بالنسبة لتسليح البلطات الميلى عملا كده لو احنا عندنا بلطة ميلى تويي يوم افضوط فيها شريحتين هتكتشف ايه تخيل مثلا انه كان الليفل هنا اعلى من الليفل هنا طيب كله هنعمله الشريحة اللي بالعرض هنا هتبقى افقية ولا ميلى هتبقى ميلى الشريحة اللي بالطول مش الليفل يمنها واشمالها نفس الليفل هتبقى افقية يعني معنى صح البلاطة التوية الميلة هتلاقي فيها شريحة افقية وشريحة ميلة لما نيجي نرسمهم زي ما اتفقنا هنشوف الشريحة بالعرض ولا بالطول وفقية ولا ميلة طبق الشريحة اللي بالعرض هنا كتوفقية ولا ميلة ميلة يبقى انت هتوفق قدام اللوحة وترسمها كأنك بترسم ايه بالزبط كروس سكشن اوكي يعني ساعتها التسليح بتاعنا طبعا هيبقى ايه هيبقى ميل ماشي كده طيب لكن بالنسبة اتفقنا لشريحة ناحية التانية اللي هي بالطول دي شريحة اللي بالطول دي افقية ولا ميلة شريحة افقية يبقى اتفنها توقف على يمين اللوحة وتبتدي بص عندنا هنا وترسم شريحة افقية عادية خلص ماشي كده طيب مبدأ انت طب لو انا عندي بلاطة وان وي ميلة بالمنظر ده متشالة مسلا على الكمرتين بلاطة وان وي زي دي اوكي لما تيجي تاخد شريحة انا عايز اعرف مين اللي هترسم وفقي ومين اللي ميل تسليح رئيسي ولا تسليح السكندري طيب تخيل كده بلاطة وان وي بالمنظر ده وكات متشالة عندنا على كمرتين انا حلالة ما جيت اخد شريحة في اتجاه اللود طيب يمين وش مال للشريحة مش الليفل مختلف يعني الشريحة نفسها ايه ميلة لو الشريحة ميلة ده معناه ايه زي ما اتفقنا ان التسليح الرئيسي هو اللي ميل وتسليح السكندري هو اللي افقي طيب الشريحة بالعرضي بي اتفقنا عشان ترسمها تعمل ايه اتقف قدام اللوحة وترسم تسليحة زي طب بنسبة لحديث السكندري اللي هيترسم هنا مش ده حديث بالطول زي ما قولنا هنقف على يمين اللوحة نبص عليه من الجنب زي ما انتفقنا وترسم تسليح ايه افقي عادي خلص فهنا اخو بلك تسليح رئيسي هو اللي كميل والسكندري هو اللي افقي طب لو نفس مسألة بس كت الكمورتين الناحية التانية يعني بمعنى صح شكل البراطة تبقى ايه وان وي الناحية التانية بالمنظر ده طب الشريحة اللي هتتخد في اتجاه اللوحة اللي هي بالطول دي طب الشريحة دي دلوقتي مش الليفل يمينها واشمالها نفس الليفل يعني الشريحة نفسها ايه افقي طيب ده كده معناه ان التسليح الرئيسي بتاع شريحة نفس هو اللي هيبقى ايه هبقى افقي طبعا الشريحة بالطول انت توقف تبص عليها من ناحية المين وترسم شريحة افقي عداي خلص طب الحديد السكندري اللي هو بالعرض ده افقي ما طبعا لو التسليح الرئيسي تفنى بقى ايه هيبقى افقي بقى السكندري هيبقى ميل طيب ميل في انه مش واضح من شكل ان ناحية المين اعلى من الشمال والحديد ده بالعرض بقى انت توفق قدام اللوحة وترسم تسليحه زي مين بالزبط يعني هنا اخو بالك السكندري هو اللي كان ميل طيب كيس كده صعب ان هتجيلك لكن تعال انا حسابها لو عندنا بلاطة ميلة لكن كان ده الليفل العالي وده الليفل الواطي اوكي باين من رسمة مين الكروس سكشن طيب برضو بلاطة وان واي في اتجاه كمارتين فالشريحة في المثال ده افقية ولا ميلة الشريحة نفسها ميلة طيب الشريحة بالطول هنا يبقى عشان ترسمها تعمل ايه هتوقف تبص عليها من ناحية اللي مين طيب انهي ليفل اعلى مش المفهوم باين الكروس سكشن ان الليفل هنا اعلى من هنا يبقى انا برسم خبالك هرسم الليفل ده اعلى من الليفل ده طيب ده من اللوحة وترسمه كأنك بترسم ايه كروس سكشن بزبط